تلفزيون الراي في الحلقة الإطافة أرضنا لكم تفاصيل نزال وزن تحت 56 كان بين اللاعب محمد علي واللاعب فواز فرناندز طبعا اللقاء انتهى بفوز اللاعب محمد علي من جولة الأولى من وضعية الخنق وحلقة اليوم رح نعرض لكم تفاصيل وزن تحت 61 بين اللاعب بد الرميان واللاعب عبدالهادي العدواني طبعا نحن نفس ما وعدناكم في كل حلقة رح نتدرج في الأوزان طبعا رح نلاحظ جميعا مع ارتفاع الوزن رح نشوف ضربات مؤثرة أكتر ولكن الشيء السلبي ستكون السرعة أقل يمكن ما نلاحظ هذا الموضوع في أول نزالات ولكن رح نلاحظه بشكل مؤثر أكثر في النزالات اللي فوق 70 كيلو جرام أي لاعب فرنون قتالية يحتاج إلى برنامج غذائي معين يمشي عليه لتحسين آداءة ولزيادة قوة الضربة ولزيادة الياغة العضلية عشان شذي احنا اليوم مصطفنا لكم خبير التغذية ومدرب المشاهير عبد العزيز صايغ عبد العزيز صايغ خبير التغذية ومدرب المشاهير أرحب فيك معنا أتوك العافية سعود الله أعطيك العافية شرفتنا عبد العزيز حبيبي صالح أتوك العافية الله يخليك أول شيء أريدك تعرف المشاهدين عن عبدالعزيز الصايق كرياضي وكخبير تغذية لكن قبل أي شيء أريدك تقول لنا شنو صالفة لقب مدرب المشاهر لقب مدرب المشاهر بدأت في لندن عندك البردوسر العود هو سوبربردوسر تمبلاند يا لندن يشتغل مع مادونا طبعا يا زميله هو جوستن تمبليك كانوا يشتغلون على أغنية مدرب المشاهدين وشون صارت عندما داشت لندن طبعا كعي يسأل عن الهالث والفتنس أشتغل مع ناس وايد من المدربين بلندن بالكويت بأمريكا وما راح أسمي أسامي بس محد افتهم له طبعا هو كان أورويت وكان عنده يسوي البردوسر اللي هو بالفي ام ايس الام تي في اووارد اللي في فيغس كانت بتسيه شهر تسعة وأنا تعرفت عليه بشهر تقريبا سبعة كان حاب يسوي شو حق الناس وعزيز اللي عرفه ان انت بلشت خذيت لقب مدرب المشاهير من خلال طبعا المغني تنبرلاند بالضبط ايه وعزيز حين بندش على سئلة الفايتر وشلون تقدر انت مثلا كخبير تغذية شلون في ناس تقول انت حين عزيز جدامنا هو يقدونه كلاعب بادي بيلدين صحيح ايه فأنت أبيك شرح لهم ماذا تغذية تفيد اللاعب الفنون القتالية نزيل البادي بيلدر غير والفنون القتالية غير ماذا الحين عندك اللاعب البادي بيلدر يعتمد على الدم الأبيض وعندك الفايتر والرونرز اللهم الماراثون رونرز يعتمدون على الدم الأحمر الفرق غير الدم الأحمر لياقة عالية الدم الأبيض نبع عضل فيها الحين ناس ما شفت هي ترى مسارفة عضل نزيل مو انك انت مجسم عود رح تنزل الفايت رح تفوز لا مع أنه هم بعد شفنا بالفايت كان في واحد مصري صحيح صحيح مجسم كان قالوا الناس أن هذا اللي رح يأكل الجو كله المصارع أنا بعد توقعت أنه عشان العضل زياد اللي شايلها ما رح تكون في لياقة وايد يا عزيز بالفايت يمكن مو الشكل بالضبط الشكل يمكن عامل مساعد أو العضلات عامل مساعد يمكن العضلات تستهلك أكسوجين أكتر صح أو لا؟ لا تستهلك أكسوجين أكتر صعب تتحرك بما تكون معضل وايت صعب تتحرك ويمكن لاحظ أن هناك بعض الناس اللي يقعد يطالعون الحلقة الحين اللاعب الحديث خاصاً إذا يشيل تشيز يمسك عود يمسك لفترة طويلة إيده تشد معاه صحيح يبيهدها تمام على طول تمام مع أن الفايترز لا يستحمل تشوف مثلا نفسه مارين روكي يعتمد على ناتشو يروح يركض عزيز يعني حسب اللي تقول حق المشاهدين أن الفايتر تغذيته وتدريباته تختلف عن لاعب بناء أو نسميه كمال أجسام يعني أنا أقول لك شون عندك اللاعب البادي بيودر المين تاركت حقه يبني عضل وعندك الفايتر المين تاركت حقه وهو شنو strength بالpunch والناس تامنا يركض صح الدقيقة حقنا يمكن عادي بسوينا ما يكون بالفايت دقيقة حقه طويلة فيختلف عن تنظيم أكل الحديد وأكل الفايترز تغريبا غير اليوم أنا لو عندي بطولة مثلا بعد شهرين بطولة فايتنج وأبي أنزل وزني شنو أفضل طريقة بشكل مختصر يعني أنزل وزني على مدى الشهرين علشان أحافظ على قوتي ولياقتي نزين أول شي رح أقول لك مو لاو كاربز نزين وعيد من الفايترز اللي يوم عندي من المطعم طبعا حنتكلم بمطعم بعد شوي يعني ينزلون بوزن معين وكلها لاو كاربز شون تنزل لاو كاربز وما فيك حل ما رح يصير فيك حال تدش الفايت ولا شي قادر أنك تنزل على وزن معين بس بنفس الوقت خلها صحية رح تنزل بوزن معين صحي وتفيك حال فيك حال أنك تدش وتقط لكمة وتطالع لكي يجب أن تكون ملاحظتك زينة بالفايترز بالفايترز لديك حالي إذا منزل كاربز وائد رح تدوخ ما رح تركز صحيح فأنا نصحت وائد من الفايترز اللي يوم عندي بالمطعم إنه لا ينزل الكاربز بالكثرة هذي بلو مينتنس لا بالعكس خلي الكاربز عندك عالي ترى ما غفارك بين الكالوري بالبروتين والكالوري بالكاربز وون جرام الواحد الكاربز يساوي أربع جرام كالوريس سعرات حرارية وون جرام بروتين يساوي أربع جرام سعرات حرارية نفس الشيء عزيز احنا كان ودنا إن الحلقة نخصص لك حلقة كاملة عشاس تقول لنا عن كمية المعلومات اللي عندك بس إن الوقت تكصير فأحب أزيز إن أشكرك وائد على حضورك على إفادتنا بهذه المعلومات يعطيك العافية الله يعطيك العافية عزيز ومشكورين لتواجدك معنا بالعكس أنا مشكر وائد إن صدبتوني على الحلقة هذه الحلوة والفايت الحلو اللي كان البطولة وبالعكس مبادر أنطر متى تسير للفايت الثالثة إن شاء الله عزيز المشاهدين حين ننتقل حق موضوع الأساسي وهو موضوع حلقتنا هو النزال الوزن تحت واحد ستين بين اللاعب بدر رميان واللاعب عبدالهادي الهدواني عشان أعرفكم أكثر على اللاعبين تابع معي هذا التغرير من خلال التقرير السابق اتعرفنا على اللاعبين بشكل مفصل أكثر بدر الرميان هو لاعب متخصص في الجوجتسو والمويتاي عبدالهادي العدواني هو لاعب ممكن أنا أصنفه لاعب متخصص في الجوجتسو بشكل أكبر بالنسبة لفرق الطول كان لصالح بدر رميان نحن نحب نتعرف على اللاعبين ويريد كان عندنا تقرير لعبدالهادي العدواني ولكن عندنا التقرير التالي راح نوريكم بدر رميان من خلال تجهيزه واستعداده للبطولة وإيش اللي كان بيطمح في تحقيقه في جي أف سي اللي راح نشوف هذا الوقت